اشتركوا في القناة أسبابه وأعراضه طرق الوقاية والعلاج وهل من أسبابه أضوية والأسبابه نفسية وإيه أثروا على العلاقة الجنسية بالنسبة للسيدة ده هنعرفهم الدكتورة المشرفانة في الستوديو الدكتورة رانيا السيد عبد العليم مدرس العلاج الطبيعي الأصل العيني جامعة القاهرة أهلا بك يا دكتور شرفتينة التشنج المهبالي يا دكتور إيه هو التشنج المهبالي التشنج المهبالي ده بيبقى تقلص في عدلات المهبل بتمنى حدوث علاقة زوجية يعني مجرد تقلص في العدلات هو سببه التقلص في عدلات يعني بيحصل العلاقة تلاقيها الدنيا مقفولة فبيلنا حدوث علاقة زوجية دي بقى طبعا أسبابها أسباب تقلص العدلات ده بيبقى أشوارها أيضا؟ أسبابها ممكن تكون أسباب يقيمة نفسية يقيمة عضوية الأسباب بتاعتها بصفة عامة العضوية دي معتمدة على نوع التشنج المهبالي ده هل هو في نوعين منه في نوع اسمه برايمري اللي هو الأساسي وفي نوع بيبقى ثاناوي الأساسي ده بيبقى ليه أسباب لكن الثاناوي يعني هي كانت طبيعية وحصل لها مشكلة فبقيت كده طب خلينا نجزقها جوز جوز يا دكتور ونفسر أسباب كل واحد لو حديك قلت إنه هو في نوعين نوع أساسي ونوع ثانوي أسباب الأساسي نهاية خلينا نبدأ بالأسباب الأساسي إيه أسبابها؟ أسبابه ممكن تكون مشكلة نفسية حاجة حصلت في ذهن المريضة من قبل ما تتجوز حد قال لها معلومات خاطئة حد خوفها حد بيّن العلاقة دي على إنها حاجة غلط حاجات كثيرة نفسية ممكن تسبب الموضوع ده ممكن برضو طريقة الشريك نفسه في حاجة نسميها Invasive Penetration Invasive Penetration يعني علاقة بشكل مفاجئ وسريع منظر مثلا مقدمات زي مربنا إيل وقدموا لأنفسكم كل الحاجات دي ممكن تسبب اللي هو اللي هو اللي هو التشلد المهدالي الأساسي اللي هو وده هيؤدي إيه؟ المشكلة إنه هو الموضوع بيبدأ الأول هي عندها خوف فبتعمل إنقباض إيه؟ إيراء يعني نتيجة الخوف بيحصل إنقباض العدل أو تقلف العدل بتاعت الرحود الأول هي بتعملها بولاندري بعد كده بعد فترة من كتر ما الموضوع بقى مرتبط بالحالة النصرية ومن كتر ما هو بقى مجرد الكلام عن السيرة دي أو يحصل الانقباض في عدرات المهبل دي وإغلاق لفتحة المهبل تماماً مشكلة بقى الأكبر من كده إنه بعد فترة بيبقى الموضوع لا إرادي ليه؟ بيبدأ المخ نفسه يرسل إشارات للمكان إنه هو يتقفل يعني بيبدأ الموضوع بقى يعني مش under head control هي مش متحكمة آه هي بقت مش متحكمة فيه ويفضل الموضوع ده يعني مش بس وقت العلاقة الزوجية بيفضل الموضوع ده يعني موجود على طول عنده حالات في العيادة أربع سنين جوازه محصلش علاقة وفيه بقى شهرين وفيه ست شهور وفيه ثلاث سنين يعني نساكته طبعاً ممكن يعني طلاق أتئاب حالة نفسية واش على فكرة للتنين للتنين مش بس للسيدة بس طبعاً لفرد واحد مثلاً بيأثر على على الاكتفاتي بتاعتها وعلى وبيعمل بيدخلها في اكتئاب وعلى الوظائق طبعاً إحساسها بثقتها بنفسها طبعاً ده بيأثر على الثقة بنفسها بالتالي بيأثر على حياتها ككل سواء علاقتها مع الجزهة علاقتها بالحواليها فتبقى يعني دايرة ملاقة بتسبب أثار سريبية كتير يعني المشكلة الأساسية فيه في النوع الأولى دا يا دكتور دا هو الحالة النفسية الحالة النفسية أو حدوث حاجات معها برضو هي نفسية بسيكولوجيكال كلمة بمعنى إيه؟ بداية العلاقة مثلاً حصل حصلت فجأة بدون أي مقدمات؟ اه بسرعة من زر مقدمات كفاية كل الحاجات دي ممكن تعمل مشكلة نفسية طبعاً ثوتت مع عدم إدراك الشريك أو اختقافة التافية بإزاي تمام العلاقة دي بشكل صح وإزاي التقديم لها وإزاي يتعامل مع الزوجة بعدين المشكلة في الفيميل السيدات إن الموضوع يعني لازم ليه مقدمات كمان نفسية طبعاً يعني لازم يبقى فيه تأهيم نفسي قبل ما يحصل علاقة للعلاقة أخير مش قصة أنه يعني يعني دي مهمة لأن ممكن يترطب عليها مشاكل تأثر بعد كده على الحياة كلها طبعاً يعني الوقاية من الحاجات دي يا دكتور خاصة يعني ممكن سيدات تبقى حساسة زيادة على النزوم فمحتاجة فعلاً نهاية تأهيل النفس الأولي لموضوع العلاقة الوقاية من الحاجات دي بتبقى عبارة عن إيه؟ نحن قريضي أصلاً جزء أن العلاج بيبقى فيه حاجة اسمها تعديل السلوك بمعنى إيه؟ تعديل التفكير اللي هو التروما اللي حصلت لها أول الأزمة الصدمة أو الأزمة اللي حصلت لها نشوف الأول سببها إيه؟ لأنه سببها لو فيه معلومات خاطئة حد بياخدها من بره المفروض أنه إيه؟ يتجند أنه يتخذي معلومات من بره طبعاً يعني الأحكام بتاعتك عن طريق يا إما هتلجأي والبعد تماماً عن الكتب الرخيصة اللي بتتبعك القصص دي والحكايات والكلام ده كله البعد تمام عنها يا إما هتخذيها عن طريق يعني الفكر بتاع نتاح من السنة ومن الزين يا إما بتخذيها عن طريق الكتب الطبية والاستشارات الطبية بتاعت الدكاترة لكن مينفعش نيسي هتخذي الأحكام دي أبداً يعني كل الحاجات دي ممكن تأديل نتائج سلبية وممكن هي الناس تانية عندهم خبرة مختلفة تماماً عندهم مشاكل في الموضوع ده فينقلوا الخبرات الخاطئة للشخص الآخر طبعاً صح اللي هي الخبرات السلبية السلبية طبعاً وهي ما عندهاش فاكرة فتياخد الـ background تتحط في ال brain عندها في المخ كلها هتبقى لإيه؟ خبرات سلبية خبرات سلبية وفي حاجات يعني ده الموضوع ده مقلم ده الموضوع انت نفسياً قبل ما تدخلي عندك المخ خلاص قفل وقرسل الإشارات بكده المشكلة بعد كده تماماً انه مش بس بتتقفل لانه المخ بعت إشارات يعني العضلات نفسها بتبقى يعني ما بتبقاش يعني مفرود أن العضلات المهبل عضلة قابلة للإنبساط والإنقباض والإنقباض هي العضل عندها بتبقى مش عارفة هي تتحكم فيها يعني إحنا جزء نعلمها أن هي تتحكم في العضلة دي أن هي تنقبض وتنقبض وهي الطبيعة بتاعت ربنا اللي خلقها لا هي العضل تبقى منقبض وتبقى رفضة أن هي تريلاكس العضلة مش راضية ترتخي وهي ما عندهاش الكدرة أن هي تتحكم في عضلتها خلاص حتى لو حصل حصل العلاقة ده ممكن يسبب لها ألام نتيجة أن هي العضل عندها دايما منقبضة مش بتنبسط طبعا الألام اللي هتحصل ومفيش قبل العلاق يعني حضوث علاقة قبل نتيجة تتعالج ده هو ده المشكلة الكبيرة يعني يعني مفرود أنا مجرد أنه يعني الزوج أو قبل العلاقة أصلا نحصل للإنقباض ده فلازم تروح يعني تمل الجلسات بتاعت العلاج والعلاق سهل وبسيطي ماخد شجر أسبوع وياخد حتى لو ما بين الزوجين كانت العلاقة كويسة وما فاش أي مشاكل لكن نتيجة خلافات أثرية نتيجة خلافات ما بين الزوجين ممكن يحصل لها تشنج المهبلي حتى لو معدها بداية ما كانش معدها الموضوع ده نتيجة الحالة النفسية ده الموضوع الثاني اللي هو الدنيا كانت كويسة وبفضأ مش نافع فيه حاجة غلط دي بقى تحتها كامري اللي هو السنوى اللي هو نتيجة سبب آخر قد يكون زي من شطوية ممكن تكون فعلا أسباب نفسية زدد تعمل كده خليها متوترة ومش عايزة ومش عايزة وممكن أسباب تانية بقى اللي هو ألام شديدة في أسفل الدهر تأثر ألام البطن تأثر على الموضوع ألام البطن نتيجة برضو حالة نفسية ولا نتيجة مرض عضوي مرض عضوي بقى سبب ثانوي يعني سبب آخر أدى المشكلة تانية ممكن يعني ناكد بقى إنه حد عنده ألم في بطنه فيمكن ده يكون سبب إنه منع تأثير على العضلة نفسها بالنسبة للنسبة ممكن ألام الظهر الشديدة تعمل كده يتبقى عندها كده إنها مش مستحملة يعني عندها ألم في حتة تانية فمش مستحملة فبيأثر على عضلات أخرى في الجسم بالضبط ألام مثل الخود تأثر برضو جفاف المهبل لو لأ أي سبب مثلا بارسولين تلانس جودة تسمعها جودة بارسلونة فيها مشكلة فتأثر على الإفراز ذات بتاعت الليبريكيشن بتاعت المهبل فكل ده دي بتؤدي لتقلصات العضلات برضو أو جفاف ممكن يعمل فعلا تقلصات العضلات الولادة الحديثة خصوصا لو ولادة طبعية وفي جرح في المكان بعدها بفترة ممكن أبطل مثلا مش بس فترة النساس لأ في الحد ممكن ثلاث شهور في ناس بيبقى الجرح ده يعني بياخد وقت على ما يشاق طبعا يشفق هي القصة برضو ببوسي هي علاقة يعني علاقة طنائية يعني لازم الطرف الآخر يبقى متفاهم طبعا ويبقى برضو فاهم وقد يكون السبب أصلا مش يعني سبب المشكلة اللي عندها هو بمعنى ايه يعني ايه يقدر بترجع الحالة النفسية سواء في مشاكل او نوع الطريقة طريقة العلاقة نفسها طريقة العلاقة نفسها ممكن هي تبقى سبب المشكلة يعني ممكن الطريقة وعدم التقديم يعني ما هو برضو حدوث العلاقة دي قبل الوقت المناسب ان المرأة تكون مجهزة ليه ممكن يسبب مشاكل بعد كده تانية فلازم يبقى فيه حاجة ثقافة يعني الاثنين فاهمين والاثنين متفاهمين وفيه حاجة تانية اسمها الميز متفاهمين احتياجات الاخر كلهم متفاهم احتياجات الاخر دي ايه واحتياجاته هو النفسية ايه والجسدية ايه هي تمام بالنسبة للسيدة يا دكتور بتبقى التجهيز النفسي اكبر بكتير والمشاعر بتختلف عن الرجل يعني الرجل يعني التجهيز النفسي مش بيبقى كبير بالنسبة زي السيدة فالنقطة دي مهمة جدا تجهيز النفسي المشكلة عند الفيميل ان الموضوع اصلا من البريم بيبدأ نفسيا ما بيبدأش فيزيكا عند الرابل بيبدأ فيزيكا الاكتر بيبدأ فيزيكا بس برضو خلينا نقول ان المشاكل النفسية ممكن تأثر على قدرة الراجل كمان طبعا من قدر الاسترس ازاي برضو يأثر عليه يبقى هو معدوش مشاكل عضوية لكن قدر الاسترس النفسية يعني بصي هو عمل مشترك بينهم هما اللي ما تقدرش تقولي ان ده هيأثر على الكميل بس وما تقدرش تقولي ان ده مش هيأثر خالص على الراجل حتى لو الموضوع بيبدأ عنده فيزيكا طبعا بس هي الاساس انه يبقى فيه تجهيز يعني اللي هو يعني يبقى المرأة مجهزة نفسيا قبل تكون مجهزة عضوية وبردو لازم تكون مجهزة عضويا لان احنا قلنا الطريق نفسها طب نرجع ليه النوع الاولاني بالنسبة احنا قلنا الوقاية والطريقة نفسها كاستعداد العلاج العلاج الطبيعي ازاي بيجيب نتيجة مع السيدة في المشكلة دي اولا النوعين لو حصلوا عن النوع الاولاني احنا بناخل نفس العلاج نفس العلاج بالنسبة للنوعين بندور اكتر لو هي مشكلة عضوية من عندها لازم نبدأ علاج للمشكلة الثانوية لو هي اثرت بشكل بقى والموضوع محتاج علاج هناخد نفس كورس العلاج بتاع الموضوع اللي هو الفجانيات الاساسي اللي هو ايه بيبقى يا دكتور؟ في اول حاجة بنعمل حاجة اسمها بايفيد باكترينيج اللي هو حاجة اسمها التخذية الرجعية بيبقى جهازة بارة عن بالون بالون مفيهاش هوا بالونة؟ بالونة صغيرة جدا بتدخل متوصلة بالجهاز بتدخل مفيهاش هوا خالص فضية وصغيرة جدا وبتبدأ البلونة دي تتكبر بالتدريج بل اصبع انه فيه شاشة متوصلة بالجهاز فيها اشارات مثلا افس كده يبقى ده انكباض اخر حاجة كده يبقى ده انبساط او ارقام انه كده انت منقبض على الاخر وكده انت بدأت تنبسط بقيت من رقم لحد رقم او بتطلع الشاشة دي بتطلع اصوات الصوت ده معناه بتعليميه ولها ده معناه ان انت عضلاتك دي منقبض على الاخر او عضلاتك دي بقت ريلاكسة واقوردنج للرقم احنا بنريلاكسة اكتر لحد ما نقدر نوصل لاكتر رقم هي تقدر تريلاكس فيه بتشوف الشاشة وبتبدأ البلون دي تقنفلات بتتنفف بالتدريج واحدة واحدة وبنبدأ نعلمها هي بتبقى شايفة صوت الشاشة او شايفة العلامات بتبدأ هي تحاول بقت ريلاكس يعني نفسها أكوردنج للقرايات اللي قدامها بنعم الموضوع ده جنفتين في اليوم لمدة اسبوع يوم بعد يوم لمدة اسبوع وبتبقى كده كفايا خلاص لاحصاش اثناؤهم علاقة خالص لافيش اي ادوية برضو يا دكتر بتساعد على ان هي العضلة بتبقى بالقبضة الموضوع شوية متعلق بعضلات الخوض وممكن تدي حاجة موصل ريلاكسة ممكن تدي حاجة anti-depressant ممكن تستعمل الحالة النفسية برضو زي ما حديك قلت لازم تتعالج ببير ان هو لما نبدأ في العلاج الطبيعي حالتها من نفسية التأهيل احنا قلنا اول نقطة نعملها في العلاج قبل ما نعمل بايفيد بال اللي هو البيهيبير الموضيفيكيشن تعديج السلوك نفسه البيهيبير النفسه طريقة التفكير للبارتنر للاثنين ليش الواحد انت تعدي مع الاثنين يعني لما بيجي حالة زي كده احنا ما بنعطش معاها هي لوحدها طبعا حازم نسمعها ولازم نسمعها عشان نطلع المشكلة الاساسية فين والمشكلة بتاعت كل واحد فين لان احنا عاديين نعرف السبب السبب اصلا ايه عشان نعالجه يعني مانتي لو هي مشكلة نفسية لازم نعالجها بينهم المملكين ولكن مش مجال اعراض من علاجها لازم نعرف سبب عشان تختفي الاعراض او الحاجة في العلاج او الحاجة تعزيل السلوك البيهيبير النفسكيشن فور البارتنين وده مش غلط ده مشكلة زي ضهري وجاني وردت عالبه سواء يعني ده مش غلط سواء للميل او للفيميل ومش عيد لأي من الصرافين يعني لأي من الصرافين يعني لأي من الصرافين او بالضبط احسن ما نعيش حياة مش قويسة ومش عيدة او من فارثة فده مش غلط انه هو يروح يعني لو في مشكلة يتوجه لها ولو في مشكلة هي تتعالج منها او هو يتعالج منها ده مش مش يعني الثقافة دي لا ده مش عيب ومش غلط وحاجة يعني ما فيهاش خجل فيه زي ضهري وجاني زي رجلي وجاني زي ركبيتي وجاني زي عندي ثمنة ورأي حقس طبعا فالعلاج بالنسبة لان عيني دكتور بيكون هو بشغل واحد او بتعدلي بقى بشوفي المشكلة فيه وبنعدل السلوب دي او حاجة بعد كده بتقعد على جهاز البايوفيد بقى بتتعلم عن طريق ان هي بتتابع الشاشة دي بالارقام وبالعلامات فهي احنا بنعلمها لها وبنقول لها العلامة دي معناها كذا او الرقم ده معناه كذا او الصوت ده معناه كذا وهي بتبدأ تتابع الشاشة وتبدأ تريلاكس ده بيعمل حاجتين بخلي بيشتغل على حاجتين اولا بيشتغل على اشارات المخ لان هي بقيت ايه الموضوع طلع من بالنسبة لها او بيجون اللي هي الرؤية وفيه او ديفري اللي هي السماء فهي شايفة وسماء وحاسة وبدأت تتحكم في عضلاتها يبقى احنا عالجنا الموضوع من فوق من السنتر في المخ وعالجناه برضو من ايه من العضلات نفسها والمشكلة بتبدأ بقى فترة العلاج بتاخد 2 session نهاية مرتين في الاسبوع لمدة مرتين في اليوم لمدة اه بتاخد session وبتريح وبعدها بتاخد session تانية وبتريح وبعدين تريح يوم خالص وبعد كده وبتاخد تمرينات تعملها في البيت وبعد كده بنبدأ نعمل ايه فايدة التمرينات برضو نهاية بتساعد على التقلص او اندفاع العضلات هقولك دلوقتي التمرينات اولا التمرينات في جزء بتعمله في الكلانت في العيادة ان احنا بنعلمها اول حاجة بلا ما حاجة اسمها اطالة قد تكون هي برضو عندها مشكلة او توفرهاند ان هي اصلا تكون عضلات اللي يخوض عندها اصلا وصيارة صيارة اوي فمحتاج هي تعملها حاجة اسمها stretching اطالة للعضلات دي مجرد هي عملية stretching ده اصلا 50% من مشكلة الحل وبسهولة بمجرد التمارين اللي ممكن تلجأ لها دي بتساعد على اطالة العضلات طبعا طبعا هي عضلة فيها تقلص زي نجي ترامب في رجلي هي عضلة زي اي عضلات الجزء عضلة فيها زي يكون عندك تقلص في عضلات الدهر زي يكون عندك تقلص في عضلات رائد مبارا ينسي روحتي عملتي جلسات وعملنا relaxation للعضلة تجيب ايتي كويس مش تبدالي عندك تقلص في دهر طول عمري هي نفس الموضوع وبعد التمارين دي يضغط البتام من التمارين في العيادة وبعد كده برضو التمارين دي بتستمجع عليها بنامي الحدث مابدالبك في الورقجل اكثر فاين بمعنى ايه؟ بتعمل تمارينات ان هي للحوض للحوض والعضلة المهبل نفسها وبتحاول ان هي بنعلمها لها تحاول ان تمارينات دي الهدث منها حكتين يا اما هي زي ما قلنا اطالة يا اما ان هي بنعلمها ازاي تتحكم في العضلة دي بس ازاي اعرف ان هي عندها مشكلة في طول العضلة نفسه هل الاعتبارات اختبارات اه الاعتبارات بنعملها في العيادة بنعمل تست معين لكل عضلة من عضلات الخوض وبنشوفه وبعد ما بنخلص انا عايز اتأكد فيه جهاز بتوسط برضو بشاشة تغيرة بالاركام من واحد لحد عشرة بنبدأ اولا في الاول استحالة لدهاز بتعطقين ده يدخل نتيجة ان العضلة قصيرة عضلة المهبل نفسها مقفولة اه مقفولة تماما وانت ان هو دخل في اول علامة امبرونا ان خلاص ان هي تحسنت دي بداية بعد تابع هي بتبدأ تلق ريلاكس كمان شوف اكتر حاجة ادرت من واحد لعشرة تريلاكس كام المفروض يعني على اقل وبعد الدولية تبقى من اربعة لخمسة بعد كده وفيه ناس بيجيبوا اقل من كده معظم الناس بيقدروا بس اكيد مع الوقت بقى ومع التمرينات هتقدر ان هي توصل لمرحلة اعلى ده هو اللي اقلتك هو الكورسة هم ثلاث مرات اسبوع واحد واخلطنا على كده تيجي ثلاث سيئر في الاسبوع واخلطنا على كده وتمارس حياتها والمشكلة تتحل خارج وحضيرك قلت برضو فيه تمارين في البيت ان هي لازم تتباعها نفس التمارين بتبقى هي ايها اوه تمارين مختلف اوه تمارين بس كي حاجة اوه 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 بس بتتعلمها فلازم يعني تواظب على حاجتين ان هي الجلسات اللي هي زائل التمارينات اللي هي في العيادة والتمارينات اللي لازم تتازم ديها برضو في البيت والنتيجة يعني بتبقى بنسبة قد ايه يعني بصي انا كل الحالات الحمد لله اللي اتعلقت ومفيش ولا حالة يعني ما حصلش فيها استجابة يعني كل الحالات استجابت مفيش حالة من الحالات محصلش فيها تحاسرة واستجاب لان هي عارفة مشكلة معينة وانت انت حطيش الجيكي على السبب على السبب طبعا هتحاسرة اتعلقت رغم ان هي مشكلة صغيرة وحلها بسيط نظرا ان الخجل وان الناس هتكلمش في المواضيع يعني بقولي كان شفت يعني حالة كان بقى لهم اربع سنين وخمس سنين وشفت فت سنين وانكمل كلمنا استاذ حجين الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع حضرت اتفضل ايه ازباب بتاع البرود الجنسي لدى السيدات بعد سن الخمسين وعدم الرغبة هنجاوب حضرت هنجاوب حضرت شكرا اولا دي معلومة خطئة تماما بعد انقطاع الدورة بيبقى احتياج المرأة للموضوع دوا يمكن اكتر من قبل كده دي معلومة خطئة حيات ليه لان مثلا مسئولياتها قلت وتبقى حاضية اكتر كمان اعيز اقولك انه الناس فاكرة اللي بينقطع في حياة المرأة هي الدورة الشهرية فقط وقدرتها على الانجاب وليس قدرتها على استمرار حياة دنسية او حياة زوجية مش دلا انقطع بس فالناس ربطة بينزيو دي الموضوع غلط تماما بالعكس بعد دفيئة بحيث برا تعاملت انه بعد لقوا انه الرغبة والنضوب بتاع المرأة في الفترة دي بيجليها اكثر احتياجا واكثر يعني الى ايه الالام اللي بتجيلها كل شهر والحاجات دي كلها وبتلخبط لها والموض تبدأ تتحسن شوية مبتئة ده بالعكس يعني الموضوع مليوش علاقها خالص في سنة الخمسين طيب دكتور رانيا بشكرك لوجودك معانا وشرفتينا